مشاهدي قناة مكتبة التعليم يا مرحبا بكم في الصفحة 14 أتذوق وأشم أتذوق وأشم ولاحظوا وأتساءلوا إذن قد اللحظوا وقدي نتساءلوا لاحظوا في هذه الصورة هذه العائلة فقاموا بنزهة نزهة للغابة إذن أتعرف أطعمتي بمذاقها وروائحها فإنك اللحظوا بأنهم الدونعهم أغذية متنوعة ومختلفة لاحظوا الفواكه والخضار الشاي كذلك العصير إضافة إلى هذه الحلوة أتعرف أطعمتي بمذاقها وروائحها كيف أميز المذاقات والروائح إذن كيف أميز المذاق إما حلو أو لمالح حامض مر والروائح كذلك هل هي رائحة زكية رائحة كريهة فأميز المذاق إذا نكتبه أفكر وأفترضه اقترح حلولا لتساؤلي قلنا أميز أميز المذاقات أميز المذاقات باش كنميز المذاقات كنميزهم باللسان أو لا باستعمال حاسة الذوق إذن باللسان باللسان وبماذا أميز الروائح أميز المذاقات باللسان والروائح باللسان 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 كنميز هذا الروائح بالأنف والمذاقات باللسان باستعمال حاسة حاسة الذوق والروائح باستعمال حاسة الشم أتحققه من فرضيات إذن ما غيرين تحققه واش كنميزه واش كنميزه الروائح بالأنف والمذاقات باللسان أو لا لا أكتبه تحت كل رسم الرقم أو الأرقام المناسبة أتعرفه بالشم أتعرفه بالذوق إذن الأشياء التي أتعرف عليها بالشم غيرين نكتبه تحت منها واحد واللي كان تعرف عليها بالذوق جوج العطر الريحة فهي كان تعرفو عليها بالشم مكتبونا هي واحد مذاق البرتقال المذاق ديال الليمون كان تعرفو عليه بماذا بالذوق باللسان الملح حاسة الدوق يعني باللسان ثم المذاق ديال السمك باللسان وعندنا هنا عصير كذلك باللسان فهنا ممكن نشمو الرائحة ديال السمك وكذلك ممكن تعرفو على المذاق دياله بالذوق هنا ممكن نديره واحد ممكن نديره جوج هنهد العصير هذا نديره وتعرفو عليه باللسان ونديره جوج ثانيا أصل بخط بين الرقم والبطاقة المناسبة عندنا الليمون الحمض الزيتون الماء العسل إذن فالعسل حلون العسل حلون الليمون أو الحامض فهو حامض حامض ثم ماء البحر مالح مالح الأوراق ديال الأشجار إلى مضغنهم تكون حارة يعني مر مر فبواسطة اللسان نتعرف على المالح والحامض والمر والحلوي الحاجة اللي حلوة مرة مالح أو الحامض باستعمال اللسان أي حاسة الدوق ثالثا أضع علامة في في الخانة المناسبة قد نوضع علامة في في الخانة المناسبة رائحة زكية رائحة كريهة فمثلا رائحة الورود والأزهار فهي رائحة زكية ونوضع علامة زكية زكية نزوينا طيبة رائحة القمامة كريهة خيبة الرائحة ديال طاجين رائحة زكية الرائحة دل عوادم السيارات دل دخان السيارات رائحة كريهة رابعا ألون بالأزرق الخانات تحت ما يضر بلساني وذوقي لون بالأزرق الخانات تحت ما يضر بلساني وذوقي وبالأحمر الخانات تحت ما يضر بأنفي تلاحظوا هنا عندنا الحار فهو يضر بذوقي إذا أكلنا فيه بزف فهذا نحسه بالليسان ديالنا بالحرورية إذن يضر بذوقي واللون بالزرق أما أكل الكهراز فهو لا يضر بذوقي التدخين يضر بأنفي الرائحة ديال الأزار فهي رائحة زكية أما كذلك هنا عندنا البخار ديال الشاي فالرائحة ديال الشاي فهي لا تضر بأنفي أما الرائحة ديال مبيض الحشرات فهذا الرائحة تضر بأنفي إذا كنترنا بزف من هذا المبيض مبيض الحشرات ستضر بأنفي أستخلصوا أصلوا بخط بين الرسوم والعضو المناسب إذا نلاحظوا عندنا مجموعة ديال الرسوم عندنا نحاسة الشم ونحاسة الدوق يعني الأنف واللسان فإذا مضغنا الأوراق ديال الزيتون أو لا الزيتون فسنشعر أو لا سنحس بوحد الدوق اللي هو مر إذا نحسنا بها الدوق هذا باستعمال اللسان كذلك الأشياء الحلوة والمرة والحامضة ديال الليمون نحس بالحامض يعني حاجة حامضة يعني بالدوق أما الرائحة ديال الأزهار فهنا كنتستعملو الشم عوادم السيارات أو دخان السيارات كنتستعملو الشم الرائحة ديال النعناع الشم الدوق ديال أو للمداق ديال ديال الخوخ باستعمال اللسان الرائحة ديال القمامة الأنف ثم للمداق ديال السكر اللسان والمداق ديال الملح اللسان أيضا إذا كنتستعملو الأنف في التعرف على المداقات أو لكنتستعملو الأنف في التعرف على الروائح فكنستعملو الأنف في التعرف على الروائح أما اللسان فكنستعملوه في التعرف على المذاقات والأنف هو المسؤول عن حاسة الشم أما اللسان فهو المسؤول عن حاسة الذو أطبقوا أحيطوا بخط أخضر الأشياء التي لها طعم ورائحة قد ندوروا بخط أخضر على الأشياء اللي عندها طعم وعندها رائحة المقص هل له طعم ورائحة ما عنده لا طعم لا رائحة التوم والبصال توم عندها طعم وعندها رائحة أما الماء فالماء الصالح للشرب هو الذي لا طعم ولا رائحة لا يعني ما عنده لا لون لا طعم لا رائحة القهوة عندها الطعم وعندها الرائحة المستارة ما عندها لا طعم لا رائحة وكذلك الهاتف وأحيط بخط أحمر الأشياء التي لا رائحة ولا طعم لها المقص الماء المصطرة والهاتف هذه الأشياء لا طعم لا رائحة المعجم اللسان لونغ ملح سال حامض الأنف رائحة كريهة موفيز اوداغ مور أماغ الشم رائحة زكية بون اوداغ بون اوداغ موفيز اوداغ موفيز اوداغ بون اوداغ وبهذا ننهي تمارين صفحة 15 نلتقي في الصفحة 16 كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروش أخرى خاصة بالمستوى الأول التي ظاهرة أمامكم في البلايليست وبالرجوع إلى أسفل الفيديو في صندوق الوصف إلى اللقاء